طيب هنروح لمنتخب ناشئة الكرة الطائرة طبعا ثلاثي أهلاوي بيشارك مع المنتخب وبيسعوا لعبور طبعا دور المجموعات بمنديال المجر زي ما قلت حضراتكم الفتاة دي كلها هتلاقوا أخبار منتخبات لأنه الأوف سيزون وده الطبيعي على مستوى العالم شهر 7 و 8 و 9 بيبقى المشاركات الدولية والإقليمية والقرية وحتى الأولمبيات نفسها بتبقى في شهر 8 يعني 3 شهر دور بيبقاش فيه أي نشاط محلي من أي نوع منتخبنا الوطن ناشئة الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة المدير والفني الكابتن محمد مهران قدروا أن يسعد للدور الثاني من بطولة العالم واللي بتتلاقي في كرواتيا والمجر في الفترة من 30 يوليو والحد 12 أغسطس اللي احنا فيه منتخبنا كان ضمن الصعود بعد فوز على منتخبي الكاميرون وتشيلي وعلى فكرة حنفوزنا على الكاميرون في بطولة أفريقيا كمان وأول مبارايتنا كانت في كاسع مع الكاميرون وفوزنا عليها أيضا وتشيلي وخسرنا 3 مطشات قوية قدام الأرجنتين والمجر واللي خسرنا منها بصعوبة بالنتيجة 3-2 يعني المجر حتى خسرنا بشكل صعب بعد ما كنا متقدمين في النتيجة 3-2-0 وقدروا أنهم يرجعوا في النتيجة أما آخر خسارة فكانت من شوية قدام منتخب الصين القوي جدا المنتخب يضم 3 لعيبة من الأهل وهما فرح الحنوي فريدة أسامة الزرقى رماز أشرف العفيفي منتخبنا كان صعد للبطولة بعد فوزوا بلاقب بطولة أفريقيا بعد فوزوا على الكاميرا ونزل ما قلت حضركم من شوية في النهائي في البطولة التي لعبت في نيجيريا صيف السنة اللي فاتت كل التوفيق طبعا ده ممارات الصين المنتخب في الصين فريق قوي جدا ولكن مع ذلك بناتنا أدوا حتى الآن مباراة جيدة كرة طائرة ما شاء الله سواء ناشئين أو كبار مستنين منهم الكثير يمكن كابتن ياسر أمر رئيس الاتحاد يعني أخذ إجراءات إصلاحية بصراحة يعني الفترة اللي فاتت منها يعني اللي كان موفق فيه ومنها غير موفق وده طبيعي ده وضع طبيعي في أي اتحاد ولكن هو عايز ينهض باللعب عايز يعمل شكل جديد نتمنى أنه يوفق ونتمنى أنه يأخذ يعني من القرارات اللي تم يعني أو جانبه فيها التوفيق كاتحاد أنه يراجع نفسه فيها ولكن في الآخر احنا طبعا عايزين كله عايز مصلحة منتخب مصر هو طبعا الهدف الأكبر لكل القائمين على الرياضة المصرية شكرا